أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخاف عقباها حينما قتل عبد الله الرضيع على سلام الله عليه في كربلاء فقد قتلت البطولة وقتلت الطفولة وقتلت الفضيلة بقتله سلام الله عليه هو ليس مجرد طفل وإنما هو مثال للحق البريء مثال للحقيقة مثال للحقوق مثال للإيمان مثال لطاعة الله كما أن الله حينما أمر إبراهيم الخليل بأن يذبح ولده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وحينما منع الله إبراهيم من قتل ولده إسماعيل أولا إسماعيل أصبح زبيحاً ولم يذبح يعني إسماعيل زبيح الله مع أنه لم يذبح ثانياً ربنا ما سمح لإبراهيم بأن يقتل ولده إنما كان يريد أن يمتحنه هل هو مستعد بأن يقدم فلدة كبده في سبيل الله وقد نجح في الامتحان قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وحينما قتل القوم قوم أحد الأنبياء الناقة التي كانت تسقي فصيلها قتلوا الناقة قتلوا الأم لكن الفصيل وهو طفله تلك الناقة أصبح بلا حليب أصبح بلا طعام ربنا دمر أمة بأكملها في سبيل ذلك الفصيل وقد قال الإمام الحسين اللهم لا يكون عندك أهون من فصيل يعني فصيل ناقة صالح لأن هؤلاء طلبوا المعجزة وأعطاهم الله المعجزة لكنه طلب أن يكون هناك شربوا الماء يوماً لهم ويوماً لتلك الناقة لكنهم ذبحوا الناقة وأصبح الفصيل بلا طعام عبد الله الرضيع كان جائعاً عبد الله الرضيع كان عطشاناً والماء كان يمشي كبطون الحيات كما كانوا يقولون والمقدار الذي كان يحتاج إليه من الماء بمقدار نصف ملعقة لكنهم بخلوا بذلك وقتلوه فأصبح عبد الله الرضيع وإن كان صغيراً من أكثر الشهداء تأثيراً في التاريخ هو صغير من حيث العمر لكنه كبير عند الله عز وجل في السماوات هو من أكبر شهداء كربلاء وإن شاء الله يوم القيامة نجد مقامه وعظمته عند الله في الجنة ودمر الله بني أمية كما دمر الله قوم صالح بسبب الفصيل دمر الله بني أمية بسبب مقتل الرضيع وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيتها يا طيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر